تراقب وزارة الصحة تطورات فيروس كورونا مشيرة إلى أن اكتشاف وجود السلالة الجديدة من هذا الفيروس في المملكة سيفرض إجراءات جديدة جاء ذلك في حديثنا للأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجني خلال مؤتمر صحفي اليوم حذر فيه من التراخي في التعامل مع الجائحة أن التراخي مع كوفيد 19 قضية يجب أن لا تطرق أبدا التراخي فيه قضايا الإجراءات الاحتياطية قضايا التباعد الجسدي قضايا استخدام الكمامات قضايا استخدام المطهرات الابتعاد عن التجمعات لتحدث أي طفرة حول العالم إذا كنا نستخدم الإجراءات الاحتياطية فالإجراءات الاحتياطية ستكون مهمة جدا في تجنب الطفرات أنا اليوم لا أريد أن تحدث عن الإغلاقات الوضع في الوبائي في الأردن وضع جيد نحن نتطلع إلى الأمام تنسوش أن هذه الطفرة موجودة من آخر شهر تسعة نحن لا تحكمنا فقط وجود الطفرة ولكن يحكمنا أيضا المنحن الوبائي الموجود في البلد الدخولات عدد الحالات النسبة الإيجابية عدد الموتى رحمهم الله يعني في مؤشرات أخرى تشير إلى إذا كانت انتشار واسع أو لا بالمناسبة يعني هم في بريطانيا يعني حصل بعض التراخي بالمناسبة في تطبيق بعض الإجراءات فبالتالي كان السؤال هل هذا الانتشار الواسع هو من التراخي أم من الطفرة الجديدة طبعا يعني هناك آراء مختلفة فبالتالي إذا تم حصر الطفرة أو وجودها في المجتمع الدني سنقوم باتخاذ الإجراءات المناسب بذلك أو الخاصة بهذا الأمر ولكن ما يحكم التصرف العام هو المنحن الوبائي والوضع الوبائي في البلد